منذ عامين تقريبا بدأت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عملها ولم تصل الى الان لختام عملها ولا حتى الى قريب منه ولم يتوقف الامر عند هذا فحسب بل اصبح موضوع المقاطعات والانشغاقات يكبر يوما بعد يوم ويهدد بقاء الهيئة اصلا قبل ايام قليلة خرج بعض اعضاء الهيئة في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس معلنين بوضوح جري مقاطعتهم لجلسات الهيئة وامتحاضهم من طريقة عملها ومؤكدين انهم لن يرضوا بما وصفوهم محاولات صياغة الدستور على اساس مناطقي شهوي تقف وراءه تحالفات مصلحية كما قام احد اعضاء الهيئة برفع دعوى قضائية ضد رئيس الهيئة علي الترهوني وذلك لكونه يحمل الجنسية الامريكية وهو ما يحد خرقا قانونيا بحسب وصف هذا الحضو وهو ايضا ما يخلط الاوراق في داخل اروقة هيئة الدستور ويجعلها في حالة تخبط وارتباك لم تبرحها منذ امد فما الجديد الذي تنتظره هذه الهيئة وماذا يمكن ان يحدث بعد كرات المقاطعة والانشقاق بداية من المكونات الثقافية مثل التبو والمزيغ والطوارق وانتهاء بهؤلاء الاعضاء وكيف يمكن لهيئة الستين في هذا المناخ الملغم بالتصدعات والانقسامات ان ترسم طريقا واضحة لمسار الدولة المنشودة وهو ما لا يتصور عقلا ولا منطقا فقد قالوا في الحكمة قديما فاقدوا شيء لا يعطيه